وخلال جولته بمحافظة الجيزة تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي تم تشغيله تجريبيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ كاب 27 وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يمثل نموذجا متميزا لشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلة تشهد تكليفات رئاسية للحكومة بمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبية للمساهمة مع الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى اشتركوا في القناة